سعدنا وشرفنا يتواجد معنا في مقر موقع على قرى نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر القرى الطائرة كابتن أحمد عزب أهلا وسهلا بيه كابتن أهلا بحبتك أولا مبروك الفوز بالربعية موسم قوي جدا لطائرة النادي الأهلي تحب تقول إيه عن الموسم؟ بصراحة كان بالنسبة لي موسم استثنائي يعني إحنا بدأنا الموسم بعد إخفاق فنتين يعني في الدوري والكاس كان عندنا شغف قوي لإحنا نفوز بكل البطولات يعني كان دايما كابتن فرناندو يكلمنا اللي هو بعد كل بطولة حاول تفصل بعد كده نخش نركز في البطولة اللي بعدها بس إحنا كنا دايما البطولة تخلص نفكر على طول يعني كان دايما يعني مثلا خلصنا كاس السوبر الناس ألت لنا مبروك في نفس الوقت نتلم ونتجمع وكابتن عبدالله يتكلم معنا ورانا بطولة جاية قريبة لازم نفكر فيها ونركز فيها نبدأ تركيزها على طول من تاني يوم ما كناش بنضع وقتا ما كناش بنستنى يعني فيها وقتا كنا بنخلص البطولة والحمدلله البطولة التانية وتاني يوم على طول تمرين يعني ما كناش بنستنى بصراحة نرجع لورا شوية بدايةك جات إزاي مع كرة طائرة وليه اخترت الطائرة تحديدا يعني أنا أصلا والدي مدرب كرة طائرة يعني إحنا في الأول هم أكبرنيش إننا نلعب طائرة بس إحنا في الأول بدأت كان ليه أخ كبير اسمه شهاب بدأت أنا وهو سباحة بدأنا هندبول بدأنا بوسكت لقيتنا كل الألعاب يعني بس جيت في وقت كان والدي كان في التمرين فأنا كنت متواجد معا في الصالة يعني فلاقاني مسكت الكرة وبالعب ويعني وعندي الموهبة إن أنا ألعب طائرة يعني حاس إن أنا ممكن أبقى حد كويس فيها يعني فقال لي لأ سأيتها بقى أكبرني قال لي لأ أنت هتلعب في فولي خلاص مركز أربعة من اللي اختار لك المركز ده والدك برضو ولا المدربين في بتاعنا شيء نوقتها بما بدأت تلعب وانا بدأت في فولي أصلا كنت قسار جدا فكان دايما كل المدربين يلعبوني لبرو وحتى كانت أول تجميع لي في منتخب مصر كنت لبرو بس كان دايما والدي يقول لي أنت عطته أنت عطته ولو هتلعب مركز أربعة وهاتبقى لعيب كويس وكده وكلام كتير يعني لحد أما جي في المنتخب مسكتنا مدرب كان اسمه كارميلو ده كانت 2018 جي خدني من مركز لبرو وقال لي أنت هتلعب أربعات وعلى آخر المعاسكر هتبقى أربعات أحسن أربعات في مصر ومستقبل مصر وحطيته ولو كده سبت المعاسكر فيها أنا كنت متر حاجة وسأكت متر 75 مثلا أنا سبت المعاسكر متر 93 وما كانش بيخلينا المسكورة طول المعاسكر طول المعاسكر كان دايما معي في الجيم يعني هو بصراحة كان صاحب فضل كبير بعد والدي وبعد ربنا طبعا كواليس التعاقد مع الأهلي إزاي؟ كان عندك عروض وقتها من انداء أخرى؟ يعني هو في الأول إحنا بدأوا كلام معنا كان كابتن خالد أبو زينة بدأ كلام مع والدي كانت 2018 بس إحنا كنا لسه عندنا إرعاية مع أبيت روجيت وغير كده كنت لسه ناشئ أصلا فأبيت روجيت طلبت أرقام كبيرة يعني فالموضوع يتقفل فجي تاني بعد كده رحت أعارة لنادي في اليمن أعلم مع البطولة العربية كانت في مصر يعني في استادة الكهيرة عشرين عشرين وكانت بالصدفة مجموعتي مع النادي الأهلي مجموعة الأهلي فالحمد لله ربنا وفقني عملت مطش كويس يعني قدامهم فكابتن خالد أبو زينة تكلمني قال لي تحب تيجي الأهلي؟ قلت له طبعا بس فساعتها بقى اتفق مع والدي إن أنا خلاص فضيلي سنة بيت روجيت في الرعاية بتاعي وهاجي الأهلي بعدها على طول في الفترة دي كانت في عندك أي عروض تانية؟ يعني دخل الدوري أو من خارج الدوري بأنك أنت لعبت بطولة عربية؟ كان فيه في مصر وكان فيه فرقة في ألمانيا، ثالث الدوري الألماني ثالث الدوري ألماني دوري قوي يعني دوريات أوروبا قوية ليه فضلت عرض الأهلي على العرض الدوري الألماني؟ يعني في خطوة كبيرة زي دي كان لازم أسأل كتير وأشوف ردود فعل الناس يعني أما أجي يقول لهم أنا جايلي ده وجايلي ده إيه اللي هيبقى الأحسن بالنسبة لي؟ ساعت أنا كنت صغير برضو كان دايما أي حد صغير نفسه يسافر فأنا كان نفسه يسافر وقتها بس طبعاً أما جاي موضوع الأهلي كان الكلام بقى كله تغير يعني حسيت لأ أن أنا لو حسنا لو قعت في الأهلي لا نادي كبير طبعاً هيزدني أو هيطورني هقدر بعديها أخرج الحتة أحسن يعني نرجع ليه النقطة بتاعة الليبرو تغير المركز لمركز أربعة؟ أما رجعت النادي بقى مدربك في النادي بقى خلاك تكمل مركز أربعة ولا قالك نرجع ليبرو تاني؟ لا هم اتفاجئوا أصلاً يعني أنا أما رجعت النادي كنت تتحولت خلاص يعني حتى صحابي كان يقولوا أنت بقت كده إزاي؟ كنت من قصير جداً طولت ويعني وبقت الدنيا عندي أحسن جسمي فرق وبتاعه وكده فلا يعني رحت على المركز على طول يعني ما أحدش تكلم معي أول ما دخلت النادي الأهلي بقى قابلت كابتن أحمد صلاح وكابتن عبدالله ودول من أساطير الكرة الطائرة سواء في الأهلي أو من طهب مصر إيه الكلام اللي دار بينكم وقتها وإيه النصيح اللي تقريتلك منهم؟ يعني طبعاً كابتن أحمد صلاح وكابتن عبدالله أنا أصلاً من وانا صغير يعني أنا ليا مع كل واحد فيهم مثلاً ألبهم صور يعني من وانا عائل صغير بروح أتفرج على ماتشاتهم وبتصور معاهم ووالدي عرفهم وانا كنت عرفهم برضو بس برضو كان الموضوع بالنسبالي يعني حاجة تانية خالص إن أنا ألعب جنبه يعني أنا برضو كان حلم إن أنا ألعب مع كابتن عبدالله كان حلم إنه يبقى المعد اللي بيرفع لي كابتن عبدالله يبقى جنب طبعاً كابتن أحمد صلاح فأنا أول ما دخلت النادي حسيت كانت الأول كانت كان فيه شوية توتر يعني كان طالب بالنسبالي مع كابتن صلاح وكابتن عبدالله بس لكن كانوا دايماً بيتكلموا معايا وبالله طبعاً كان دايماً يقول لي لا خش معانا خش مع الفرقة وتعود عالناس تكلم مع الناس يعني الموضوع كان سهلي بالنسبالي بصراحة الموسم اللي فات طبعاً كان يعني موسم غريب لطارية الأهلي بداية قوية بطولتين سوبر وبطولة عربية أي حد الأهلي بقابلوا بيكسبوا ومرة واحدة حصل ضروب في آخر الموسم خسرت دور وكاس قدامي الزمالي أحمد عزب واحد من عاصر فريق الموسم اللي فات شايف إيه اللي حصل من بداية ثم هبوط في المستوى طبعاً في الأول طبعاً بيبقى حماس الموسم بكلنا بنبدأ بقوة جامدة يعني بعد كده إيه بنبدأ بقى أما النفوس كتير ونكسب وبتاع بيبدأ بقى الموضوع يبقى فيه سيقة زايدة بيبقى فيه غرور شوية الفرقة السنة اللي فاتت يعني ما كانتش أحسن حاجة مع بعض يعني بس فكنت أحس إن دي لها عامل كبير يعني إن إحنا ما نقدرش نفوز بالدوري والكاس مع إننا كنا يعني لعبنا نفس الفرقة أكتر من ست مرات في الدوري المجموعات وقدرنا نفوز عليهم وعني كل الماتشاط وانسات جيمة هل يعني الزمالك عالج مثلا أخطاقه ولا الأهلي كان بيدخل مثلا مستثل ماتش ولا فيه عامل أخرى مش حابب تتترك لي يعني لا وطبعا يعني إحنا لعبنا الزمالك أكتر من كذا مرة فهو أصلا في الوقت ده كان الزمالك غالبا بيعالج كل أخطاقه حتى يعني المدير الفني تغير غير محترف وغير محترف أو اثنين كمان هم حاصلوا أن هم خلاص يعني ما بقوش باقيين على الحاجة بس كده كده بنخسر بس فكان هم بينزلوا بملعب غالبا ما كانش بيعالهم ضغط خالص إحنا كنا بنبقى مضغوطين بنحس إن الموضوع يعني بس في نفس الوقت إحنا مضغوطين بس حاسين الموضوع سهل حاسين لا زي كل مطش هننزل نكسر يعني دي مشكلة من المشاكل اللي قبلتنا السنة دي برضا فدلنا طول الدور التمهيدي والدور التاني إحنا كنا شدين حلنا قوي كنا بلاها فرقة محترمة جدا وكويسة جدا بس في نفس الوقت إحنا كنا مسيطرين على كل المطشات ما بنخليش في مطش في ند يعني كان المطش بخصوص وانساء الجيم برضا لحد ما وصلنا لنهائي السوبر مع الجيش والزمالك نحسيني إن إحنا لحد دلوقتي محدش طلح حاجة يعني كل المطشات وانساء الجيم ساعة لك يعني أنت اللعبة لسه ما طلعتش بالظبط اللي عندها واللي اشتغلوا عليه واندرد ما يعني إحنا فيه أوقات كنا بناخد تعليمات نلعب عالكويس نلعب عالكويس عشان يبقى فيه الموضوع يبقى فيه رغلي شوية يبقى فيه نعرف نطبق سيستم البلوك بتاعنا سيستم الديفنس نعرف نطبق أي حاجة لكن وصلنا بقى المطش الجيش كان الموضوع بالنسبة لنا في الشروط الأول والتاني صعب جداً مختلف جداً بالله بفرقة محترمة فرقة تقيلة يعني الأول مرة من شهرين فالموضوع كان صعب يعني طبعاً بداية الموسم ده السنة فاتت فيه خسارة فأنت أحمد عزب أول سنة ديك مع أهلي خسارة الموسم طبعاً الأداة مكانش كويس الجمهورة ما كان بيقابلك في الشارع كان بيقولك إيه وإنت كطبيعتك لحدك عصلاً نوجه لك نجد أو عتاب على الخسارة دي كنت بتتعامل إزاي؟ أو أنا كنت دايماً كان اللي بيوجه لي نجد يعني أو عتاب في الموضوع ده كنت بقاعده إن إحنا بإذن الله السنة الجاية نحقق يعني كل حاجة وربنا يوفقنا يعني كنتش باعده ما قولنا هنحقق كل حاجة عشان رياضة برضو في الأول في الأخير مكسب وخسارة كنت باعده من إحنا نطلع اللي عندنا وإن شاء الله ربنا ووفقنا وإن قدر نكسب كل حاجة تعاملت إنت إزاي بعد خسارة الموسم؟ يعني بصراع بعد خسارة الموسم يعني مش أنا الواحدة كنا الفريق كله كان أنا حاس إن إحنا دخلنا في كبو التكتئاب كده كلنا كنا متدقيقين طبعا ما كانش حد لي نفس الفولي حتى بعد ما بدأنا في بداية السيزن برضو كانت الدنيا حاسيسها مختلفة شوية حاس إن في يعني جزء صغير من عدم الاهتمام كده أو ما فيش تركيز قوي من كل الناس يعني بس لحد بقى ما قاعدنا مع كابتن عبداللاطيف وكابتن فرناندو سايكو طبعا وحسيني قاعدوا مع لعب لعب وكل اللعب يتكلم بقى في المشاكل اللي عاجهته في الظروف اللي عايزة تتغير في كل حاجة وصراحة يعني حلوا مشاكل اللعبة كلها بقى اللعيب فينا نازل يلعب فولي بس مش نازل يفكر في أي حاجة تانية طب يعني قولي إن الجلسة دي هي اللي أزالت راسب الموسم اللي فات وخلت اللعبة يفتعو صفحة جديدة مع بعض واللي اللعبة تبدأ بقى ترجع شغف الكرة الطائرة والفولي عشان تقدم موسم أحسن من الموسم اللي فات بالزبط يعني أنا بالنسبة لي كانت الجلسة دي كانت هي السيزون كلها هي أهم حاجة في السيزون كلها دي كانت مفتاح نادروني إنها مفتاح النصر للفوسبو الربعية بالزبط السنة فاتت الأهلي مثلا كانت متقدم على الزمالك اتنون صفر أو ممكن متقدم في الشت والزمالك يرجع ويعمل كومباك عليه الفوسبو الشت risks ونبنشوف حالة من التوتر العصبية بين اللي اللعبة داخل الارد لعبت الأهلي نفسها داخل الارض ملع الموسم السنة دي ما شافناش ده خالص يعني الأهلي تأخر خسر الشوت الثاني في السوبر 30 وخسر الشوت الأول في نائك كاس في بداية وخالص بعد ك Problem هل ترجع كسب؟ إيه الفرق؟ إيه اللي تغير عن الأهل السنة دي؟ والأهل السنة اللي فاتت؟ يعني السنة اللي فاتت كنت بحس إن إحنا يعني مفيش مفيش من ثالثة خالص مفيش عقلية خالص كنا دايماً بنتعمل كإحنا لا يبقى مصريين تمام؟ كان دايماً بنفكر في إن خلاص فرق خمسة بونت لا خلاص ده بقى بعيد أو مستحيل هنجيبه ومعنينا إن إحنا فيه ماتشات يعني في نهاي الكاس كان 18 عشر عند الزمالك وجبناهم وفرقنا وخسرنا يعني إحنا جبناهم وفرقنا وخسرنا لكن دلوقتي لا كان يعني دايماً كان دايماً كابتن فرناندو يتكلم معنا يقول لنا لا خليكوا هاديين خسرت نقطة مش مشكلة ما تتكلمش مع زميلك أخرك يعني كلمتين لو مش هتقوله كلمة كويسة ما تتكلمش معاه خالص دايماً خليك هادي لو إنت متعصب عمرك ما تطلع كل اللي عندك لكن إما بتبقى هادي تركيزك بيزيد تعرف تبص على الملعب تشوف إلي الملعب نقصه وتقدر إنت تزوده تشوف إلي المقص عندك تقدر تزوده فتقدر تسيطع نفسك ومهاراتك لأن العصبية كمان هتخرج عن تركيزك وتخرج زميلك برضو عن تركيزي بقى الفرسة خسرت اتنين في الملعب بالضبط وغير كده ده كان دور برضو كابتن عبدالله وكابتن حسام وكابتن صلاح برضو معنا في الملعب كان دايماً لما يحصل أي مشكلة سبونا إحنا سبونا إحنا نتعصى سبونا إحنا نزعى انتم ملكوش دعوه عشان ما يخرج من الفره ما تخرجش عن تركيزها بالضبط يعني هم برضو كان لهم خبرة في الكلام ده عارفين إمتى اللاعبين اللي قدامك بيشدك عارفين إمتى الحكم ممكن يلغبط الماتش كده يعني فهم كان لهم خبرة في الحيثات دي حد دوقاتك كسبت 6 بطولات مع الأهل وإن شاء الله القادم أحسن بإذن الله إيه قارب بطولة للقلب بأحمد عزب؟ لا طبعا بطولة أفريكة يعني أنا من قبل ما أجي الأهلي وأنا كان حلمي على بطولة أفريكة مع النادي الأهلي يعني تخيل بقى لعبناها وفي النادي الأهلي يعني دي بصراحة قارب بطولة لقى وغير كده مؤهلة الكاسة على من الأندية يعني دي أتيب أول كاسة عامة أندالك إن شاء الله مع الأهل أوه صبت النهاية أفريكية طبعا شفنا عزب كما قدم بطولة رقعة جدا الحسيني خاد جايزة أفضل لعب في البطولة ده ونالى عليك عشان تستلامها معايا إيه بقى الحوار اللي دار بينكم في اللحظة دي وقتها؟ واللي كان بيسامك الجايزة بتاعك كان رئيس للإتحاد إفريكي هو وقتها بعدما خلصنا البطولة خلاص فجيح حسيني باركنا البعض يعني وكده فهو يعني هو تمنيه لي أصل أن أنا أخد جايزة يعني هو قال لي أنت عملت بطولة كويسة وبتاعه وإن شاء الله تاخد جايزة في البطولة وكده فأنا بصراحة يعني أنا اتبسطت في الموقف ده وتبسطت إن هو كمان خدني معاه وهو بياخد جايزته هو أكتر من أنا ممكناخد جايزة أصلي يعني أنا كم بالنسبة لي دي بجايزتين هو ايتمنيك إن إنت تمنيه اللي بenteen محصلش يا نصي وفي نفس الوقت أنا كنت لمتمنى اللي هو ياخد الجايزة صلاح كم بيتمنى سيف ياخد الجايزة سيف كان بتمنى، بلله ياخد الجايزة كلنا كنا بنتمنى البعض الحياء فطوعة أنا آخرتت الجايزة ما هو استلمت جايزة ندالك انت بقلت له وقتها او هو قالك ايه يعني بصراحة انا حسيت انا ما عرفتش اقول ايه كان مواقف بالنسبة لي كانت اول مرة تحط في مواقف زي ده وغير كده يعني مش ما توقعتهاش انا حسيتها بس ما حسيتاش بالسرعة دي هو من غير ما يتردد يعني هو اخد الجايزة من داني على طول بصراحة فانا اتبسطت جدا بصراحة لحد دلوقتي بشكر بالمواقف ده بصراحة اللي ضافه فرناندو منزا لطائرة الاهلي ونقل الفريق للصورة القوية اللي حصل اللي كان عليها الموسم لا طبعا هو ضاف حاجات كتير يعني مفيش حاجة بعينها ممكن اقولك ضاف ايه بس هو دايما احنا 365 يوم في السنة اتمررنا فيهم 365 يوم غالبا وهو فيه بقى صبح وليل وتمرين كتير فكنا كل تمرينة بنحس ان انت بتيجي التمرينة لا في حاجة جديدة انت خدتها مفيش تمرينة انت جاي ومشيت ع الفوض يعني انت مفيش تمرينة مفيش رويتين يعني مفيش لا انت بتيجي تاخد حاجة جديدة وتمشي بصراحة وده بان علينا يعني ده بان علينا كفرقة كتيم يعني حتى هو بره الملعب يعني تبصي على فرقة دلوقتي لا كلها بتتمنى البعض الخير كلها بتحب بعض كلها كويسة والنية صافية كلها والفرقة كويسة يعني بصراحة عالمستوى الشخص الاحمد عزب منزا فرق معاك ازاي؟ فرديا جماعيا خارج الملعب ودخل الملعب هو فرقة معايا فرقة معايا في حاجات كتير برضو يعني انا كنت دايما اما بعطل في اي حاجة او اما احس مثلا انا خرجت برا المود وما بقتش خلاص مركز ابدأ التمرينة او تانية دونيا عندي تقع شوية دايما كنت بععد معايا كنت بععد معايا ويعود يتكلم معايا بحس ان انا بتحول يعني بحس ان انا بتغير في ثانية يعني كل الكلام اللي هو بيرهولي باقتنع بيه بنزل ان نفزه الدنيا بتتغير معايا بصراحة هو هو عالجانب الشخصي يعني انا انا اصلا بحبه وهو بصراحة يعني شايف ان هو اداني حقي وادى الفرقة كلها حقها وعشان كده ربنا ووفقنا وقدرنا انحقها للارب عبطلقات الحمد لله شايف انك اتزعمت الموسم اللي فات لما مكنتش بتشارك كتير؟ يعني برضو بتبقى وجهة نظر مديري فني يعني يعني كابتن بيدوم سلحي طبعا ان انا بحبه والله بس هو كان شايف ان انا وجودي في الملعب ممكن ما كانش هيفيد الفرقة او في وقت المعايا ما كانش هيفيد الفرقة جي كابتن منزل قال لا وجودي في الملعب هيفيد الفرقة ممكن عادي مديري فني في حتة تانية يقولك لا احمد عزب ميبقاش فهم موجود في الفرقة اصمت فهي بيبقى رأي مدير فني يعني موجودات نظر مدير فني بالزبط غياب الجمهور في ماشيات الطايرة يعني مشوفش الجمهور بيحضر كتير في ماشيات الطايرة يمكن هو حضر فانال افريقيا وفانال السوبر الغياب الجمهور ده بيؤثر على شعبية الطايرة مقارنة بشعبية السلة واليد؟ هو اكيد وغير كده يعني بالاخص لو انت بتلعب في النادي الاهلي يعني نادي ليه شعبية كبيرة ليه جمهور كبير يعني دايما انا كنت في بيتروجيت قبل النادي الاهلي كان يبقى بالنسبة لي عادي لو كنت لقيت اربعة في المدرك ببقى مبسوط جد لكن دلوقتي احنا في النادي الاهلي لو بنلاب مين ومفيش جمهور بتحس ان انت يتيم بتحس ان النادي الاهلي بتحس لا عندما ماتش عادي يعني هما اللي بيحسسوك بنفسك هما اللي بيحسسوك ان انت فرقة كبيرة بيحسسوك بامتك كلام الجمهوري على السوشيال ميديا بقى بيأثر فيك سواء كان ايجابي او سلبي هو احنا يعني او كده كده يعني كده كده الجمهوري كلها ممكن يكون حد بيحبك وحد بيكرهك حد يقولك كلام سلبي حد يقولك كلام ايجابي فاحنا دايما يعني دايما قبل الماتشاط المهمة ما بنفتحش السوشيال ميديا دي بس بتبقى دايما بعد البطولات وبإذن الله ربنا وفقنا بيبقى فيه ناس كتير قوي بصراحة بتقول تبعت لنا وتبعت للفرقة وتبعتلي يعني هو اصلا الجمهوري يعني من السنة اللي فاتت وهو اصلا دايما بيتكلم معايا ودايما يبعتولي ودايما يقولي دورك جاي وربنا وفقك ويعني وحاجات بصراحة انا بتأثر فيها وبتبستني جدا بصراحة انت مع المدرب المحلي ولا الاجنبي في الكرة الطائرة سواء في النادي الاهلي او المنتخب بصراحة هنا عندنا في مصر يعني مدربين مصرين كتير يعني ممكن تكون فنيا اعلى من المدربين الاجانب بس المدرب الاجنبي اما بيجي يتكلم معاك ومش بيتكلم معاك كفولي بس او بيتكلم معاك في حياة فانا لا انا مع المدرب الاجنبي بصراحة انت لعبت بتلعبت كرة الشطائية؟ اه مع الصلاة ايه الفرق بينهم بقى يعني الجمهوري عاوز يعرف ايه الفرق هل القوانين واحدة في اللعبتين ولا الشطائية مختلفة عن الصلاة هو معظم الناس اما بتكي تتكلم معايا يعني حتى صحاب القريبين اللي بيلعبوا فولي فاكرين ان هما الاتنين نفس اللعبة بس دي على رمل ودي على الارض الاتنين اللعبتين مختلفين خالص يعني حتى في القوانين في المهارات في كل حاجة دي ليها حاجة ودي ليها حاجة مش معنا ان انت بتلعب بجر في الصلاة هتقعب بتلعب بجر في الشطائية انت اصلا مبدأين كرة الشطائية في الكرة الشطائية اصلا يعني هي شبه سافنج فهي بيبقى ليها بقى لمسة معينة الموضوع مختلف خالص يعني ايه الاصعب بقى؟ هو الشطائية اصعب بس في نفس الوقت ممتعة اكتر فلا لو انت بتعمل حاجة بتحبها لا بالنسبة لك بالنسبة لك الموضوع عادي يعني انت بتلعب كرة الشطائية وصلاة كثير وصفرت مع المنتخبات ناشئين وشباب وفريق اول ايه ابرز المواقف الغريبة اللي اتعرضت لها خلالت سفريتك مع المنتخب؟ يعني ممكن في السفرية كانت عشرين عشرين كانت في إليتريا دي كانت قبل الكورونا مع المنتخب الشواطئ احنا مبدئين سفرنا نزلنا في مطار شبه في الشارع رحنا دولة كده رحنا مكان في البلد يعني مكان تلعنا له جبل كان من طريق واحد يعني منك على تحتك السحاب ويعني العجلة لو جاءت يمين شوية انت على الأرض خلاص قعدنا ساعتها خمس سيام ولا في نت ولا أكل ولا شرب وجالنا السفير من جنوب السودان افتكرونا ان احنا اختفينا ونزلوا في الجرانيل اختفاء بيعست الكرة طيرة الشطائية كان بالنسبة لنا موضوع غريب بصراحة بس انا كنت مبسوط برد يعني بحب عيش الأجواء دي برد الأجواء دي طبعا منعزل عن العالم مين مسلك الأعلى في لعبة الطائرة عالمية؟ عالميا؟ يعني ممكن نجابت ايه الدور اللي نفسك تحترف فيه؟ والنادي اللي تحلم ان انت تلعب فيه؟ هو طبعا الدوري الإطالي ونفسه عفو مودنا تمام، ليه الدوري الإطالي تحديدا؟ يعني هو كده كده الدوري الإطالي جامد وفيه برضو الدوري الروسي جامد والتركي مؤخرا بقى جامد بس الدوري الإطالي بحس ان هو فيه عدد فرق جامدة كتير يعني ممكن الدوري الروسي فيه مثلا 7-8 فرق الدوري التركي فيه 5 فرق لكن الدوري الإطالي لأ ممكن تلاقي كل الفرق جامدة كل الفرق قوية بس فيه فرق قوية جدا وفرق قوية بس وفي ميزة هناك في الدورات في الدولة الإطارية تحديداً أو في أوروبا عمتاً كل لعبة لها جماهير يعني اتفرج على الفولي تلاقي الصلاة متأفلة يعني في بولندا مثلاً ما لقى بقى الشعبية في بولندا الطائرة أصلاً توقعتك إيه المشاركة المنتخب في دورة التحدي؟ يعني هو خلاص الجادول نزل هيبقى أول ماتشي لنا يوم أربعة هيبقى مع كطر يعني إحنا بدئين مع المنتخب دلوقتي يعني المنتخب بيعمل إلى حد ما إحلاله تجديد بيحط ناس صغيرة بدأ يحط ناس صغيرة من ساعة بطولة زوم فايف وناس كبيرة بتادي تبعد عن المنتخب طبعاً كانت شايل المنتخب بقى لها فترة يعني زي كابتان صلاحه كابتان عبدالله بس أنا تواقع إن إحنا بإذن الله نقدر نفوز بطولة التحدي ونتأهل الفين قل وطبعاً في الأولمبياد ما فيش يعني بيبقى صعب إن إنت تتواقع إنت راح تلعب 11 فرق من أقوى فرق في العالم بيبراحين كده كده فل تيم الفرق بتبقى جاهزة جداً فإنت رايح يعني هما الناس دي سبقك بكتير بصراحة إنت بدأتها يعني تحاول تقرر فإنت رايح تحاول يعني تحاول تحك كده مع وفايا حاجة بالزبط تشوف المستوى وتشوف إحنا وإحنا كلاعبة نقيم نفسنا وصننا لحد فين مع المقارنة البيانتخبات دي طبعاً مونزا هو مدرب منتخب مصر شايف إن ده يعني بيديك إنت كعذب أريحيل إن انت اتعاملت مع راجل دم في الأهلي في النوبة التالي وهو حافظ اللعبتي الدوري كلهم فشايف إن هو هيقدر نقل المنتخب في الفترة الصغيرة دي الفكرة إن هي الفترة صغيرة قوي بس أعتقد لا هو بصراحة معناه في المنتخب بيطلع كل اللي عنده يعني مش أصلا أنا شوفت بشوف ناس كتير قوي بتعود تكتب كده على السوشال ميديا اللي هو ده مدرب الأهلي فهو لو طلع كل حاجة للأهلي عيبين كل عيبين خططه للفرق التانية لا ما فيش بصراحة هو ما بيبخالش على أي حد مش معنى إن إحنا لعبت الأهلي معاه في المنتخب يبقى إحنا متطمنين في المنتخب وكده كده إحنا معاه في البطول لا بالعكس هو مدي كل الناس حقها هو هي بس الفكرة في إيه؟ الأفضلية لنا في إيه؟ إن إحنا عارفين دماغه فهو مثلا مش يعني السيستم بتاعه إحنا خلاص إحنا ماشينا عليه اتحفزناه فده السهل بالنسبة لنا مش أكتر طبعا بالنسبة لك دي تبقى أول أولمبياد إن شاء الله بإذن الله المشاركة بقى في الأولمبياد دي بيتمثلك أنت عليه عن مستوى الشخصي لا طبعا هو حلم أصلا من ساعة أولمبياد توكيو اللي فاتت وكان لينا فرصة نتقل مع المنتخب الشواطئ بس يعني ربنا ما كرامش حصل إصابة وكانت في المغرب طبعا كانت كل حاجة متزبطة للمغرب فطلعونا منها يعني كورونا وإحنا وإحنا كان عندنا كورونا ولا أي حاجة بس إيه كان يعني حلم أصلا أنت تشارك في الأولمبياد بس طب حلم أنك إنت فتحت الموضوع ده المغرب منتخب الولاد ومنتخب البنات اللي اتنين تقريبا خدوا كتف كده من البطولة دي بطريقة غريبة قالوا كورونا وإحنا طبعا عندناها فريقين فريق أول وفريق تاني يعني لو واحد منهم كسب مش لازم اللي اتنين يوصلوا فينا بالضبط صح كده؟ بالضبط هو كان في البداية أصلا كان كل حاجة غريبة هناك يعني كل حاجة كانت بتحصل لنا غريبة حبستنا في القوض الأكل اللي كنا بنكله ما كانش فيه أي ريكوفري كان صعب ناخد ملعب للتمرين عادنا أول أربعة أيام اتمرنا مثلا تمرينة واحدة ما كناش بناكل وإحنا في الرملانت لازم تاكل كويس عشان كده نبات وكده وفي نفس الوقت كان في التكنيكل ميتنج كان قيل لنا إن إحنا فيه أوقات مثلا لو فرقة ألف خسرت وفرقة به كسبت بيبقى فيه جولدن موتش جولدن موتش ده بيتلاقيه بعدها بنص ساعة فسأيت إحنا فرقة ألف عندنا ألف وبيه بتتقسم عادي يعني ممكن يبقى أي حد ألف وأي حد به ما لهاش علاقة مين أحسن ومين أوحش فجات في الأول فرقة به عندنا نزلت لعبة ألف من المغرب وخسرت اتنين سفر وطبعا فرقة ألف بقى خلاص قعدت بره وريحت وكده نزلنا إحنا كنا فرقة به نزلنا كنا فرقة ألف نزلنا لعبنا فرقة به من المغرب الحمد لله قدنا نفوز اتنين واحد موتش كان صعب جدا وكان يوميها درجة الحرارة كانت مستحيلة يعني زي اليومين اللي فاتوا دول كده 43 واربعين وحاجات صعبة قوي تخيل بقى على الرملة يعني كان لازم الملعب كان كل عشر دقيقة رش عشان الرملة بتحرق رجلنا من تحت أكيد طبعا بس خلصنا الموتش كان صعب جدا رح جاء قالك إيه يلا هنبدأ اللي بعد على طول من غير أي راحة يا دوب شربنا وايا طبعا إحنا رفضنا بس هو ما المنظمين هو المنظم في البتولة من حقق يعمل أي حاجة تب أنت معدمتش مثلا شاكي وليل يتحدري في كل الليعبة لا قدمنا كل حاجة قدمنا كل حاجة بس هو في الآخر بقى مطلعونا كورونا فخلاص انت كورونا وهنت واطلعك كورونا ماخلاكش العبت وم blessed teign خلاكش عبت وم blessed teign لا لا دخلنا لعبنا الفايصل وكسبنا الشحوت الأول يعني كسبنا الشحوت الأول يعني انت شي شوت واحد يفسلك بس عن الأوليمبياد يعني شورت واحد سافر الأوليمبياد جينا في لسه الشوت بادي تلاتة اتنين للمغرب جالي كلام بي في السمالة في السمالة طلبت ميديكال تايم اوت وبتاع قالك الميديكال اتلقى لازم عشان تاخد ميديكال ينزل دم فانا برعب اعرامل ينزل دم ازاي؟ بس ففدلوا بقى مصممين عالكلام ده فدلت احاول اقوم وبتاع وكده وكان طبعا كما عاطف عادل لعب محترف في ايطاليا شواطئ كان بيحاول يعني يحاول يشيلني وكده بس ما كانش فيه فير بلايه خالص وكان دايما اللعب اللعب علي او انا اصلا مش قادر اقف انا انا واقف في العافي طب ليه مثلا مفكرش مثلا تاخد تايم اوت تاخد لك فيه مثلا روحة دقيقة و ولا هو تايم اوت اصلا اخر دقيقة في المفاشل احنا خدنا الاتنين تايم اوت بطولنا بس كان يعني انت عشان تتعالق او 60 ثانية مفيش مفيش وقت للعلاج ولكن رفض يدخل يعمل لك ميديكال طايم او ميديكال كان بديه خمس دقايق فكان ايه يقدر الدكتور يدخل ويحاول يعمل ايه هكا او يريق حتى روحة يعني حتى احنا في الماتش احنا مخسرناش برضه احنا جيت في مرة وقعت خلاص مش قادر بقف الحاكم حتى ما سألنيش ما طلبش اي حد ما سألش الحاكم التاني ما سألش اللعب اللي معي اما حسب الماتش انسحب على طول وطلعنا بره قدمنا شكوى يعني مضوا غالبا رئيس البيعسة على حاجة اللي هو لو لو في لعيب جاله كورونا البيعسة كلها خارج البطولة تمام فساعتها بعد الماتش عملوا البيعسة مصر بس مسحة مسحة طبعا ما كناش نقدر نرفض ما نعملش غلط برضه فروحنا عملنا المسحة طلعوا المدرب بتاع الرجال كورونا طب ده مدرب مش مش لها بالتالي بقى البيعسة كلها بره فحتى البنات فهما كده خرجوا البنات كمان معنا وخرجوا البنات والولاد مع ان البنات مكنش اصلا لابوا لسه ولا ماتش وفرصة يعني احنا كرجال كان الموضوع صعب برضه في الشعاطئ عادي يعني انت ممكن تروح تخسر ممكن طبيعي بس الدنيا حقي يعني والسانة دي لأ السانة دي كنت حسنها ممكن نكسل لكن البنات لأ يعني البنات بسم الله ما شو الله دعاية الغباشي يعني مخوفة الناس في اللعبة دي خالص في أفريقيا كانت هتروح لا كانت هتعمل فرق وكانت هتسافر بطولة والدك كابتن عزب الشربابي معلوق المشهور طبعا في الكرة الطايرة ما بترجع بقى من الماتشات مثلا بيتكلم معاك بقى ايه اللي بيدور بينكم مثلا بعد المشهور انت اللي هبت حلو أو وحش لا انا والدي مش محتاجة يعني انا مش محتاجة ارجع البيت مثلا عشان هتكلم معاها اصلا يعني يعني عايزولك لحد وانا طالع دلوقتي انا لسه قافل معا التليفون يعني لحد ما انا كنت لسه قاعد دلوقتي دايما بتكلم معاها دايما باخد رأي في كل حاجة دايما يعني ما بحسش ان انا عملت ماتش كويس غيرا ما هو بيقولي لا انت كده تمام وهو ما بيقوليش انت تمام بالسهل يعني لازم يكون كل حاجة يعني انت لو لعبت مثلا ماتش حلو ومطلع كل اللي عندك ممكن ترجع في بيت يقولك لا انت عملت غلط هنا مثلا غلطت في شوطة غلطت في بلوك في حاجة يعني مثلا ماتش نهائي السوبر ما كناش عارفين لحد اخر اللحظة برضو يبقى جنب جريت مينة جريت اصلا يبقى في الملعب ولا لأ بس فنزلت الملعب فدي حاجة بسطيتني جدا لأ وكسبنا وكنت كويس بتكلم معاها بقى ومستنيه يقولي كلم حلو ايقولي انت كنت حلو وكنت ماشي كويس بتاعليت وقولي بس لأ وتعصبت وانا ايقل لك متتعصبش وخلك هادئ ومش عارف ايه بس فبرض يعني مش بيقولي انت زي الفل بالسهل دي طب لو صادفة كابتن عذاب بتعلق ليك على موراة قبل كده سواء معت اهلي او ما كنت بيت روجيت لو انتقدك على الهوى ده ممكن مثلا تزعل بتروح تكلمه في البيت حصلت وعلقلي على كذا المباراة يعني وكنت انا اخويا كمان مش انا الواحدي ولأ وساعتها انا فاكر في حصل شدت مع العيب هناك فلأ كان نفس الكلام اللي قاله على العيب التاني قاله علي بسراحة يعني لو كنتت بتتفرج مش هتحس ان لا ان ده والدي اللي بيعلق سراحة كابتن محمود الخطير لا اسطورة طبعا الوزير الراحل عامل فاروق والله يرحمه طبعا انا بصراحة ما تعملتش معه بلي كده بس كان دايما الناس في الفرقة بتشكر فيه وبتقول فيه كلام يعني يعني ما يتوصفش كان شكله راجل طيب يعني ربنا يرحمه كابتن ميدو المسالحي يعني انا طبعا انا بشكره برضو على اللي هو ويف جامدي برضو اكيد المسم اللي فات وبشكر يعني على اللي احنا فيه دلوقتي اكيد اكيد كان لازم انتعدي بحاجة صعبة عشان توصل اللي انت في دلوقتي فرناندو مونزا لا طبعا انا دايما بقول الفرقة ابويا يوندر جارسي يوندر يعني يوندر بجد اول محترف انا بحسه لا ده مش محترف عادي ده مصر عادي زي وزينا وده يعني ممكن عده اكتر من اكتر من اخوي يعني عادي ممكن استضيفه عندنا في البيت يستضيفني وروحت عند البيت كذا مرة لا 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 احبه جارسي كابتن عزب الشرباج لا بصراحة مفيش كلام يتوصف يعني هو في حتة تانية بالنسبة لي ده اغلق حاجات في حقياتي طبعا هو والدتي بشكرهم بشكرهم جدا انهم اويفوا جنبي بصراحة وبالاخص في وقت الاصابة قبل ما روحي الالي كان جالي خلق في الكاحل يعني عدت فيه 8 شهور كنت بحس في وقت ده ان هو خلاص يعني الموضوع بقى صعب ان ارجع حتى كان فيه كذا حد قال لي حتى الدكتور اللي كان هيعملي العملية قال لي برضو كدا بس لا هو كان دايما بصراحة في داري هو و والدتي يعني والله كنت مبعدلهم يعني مكنش بضحارك من مكاني بس فبشكرهم جدا بصراحة جمهور الالي بصراحة جمهور جمهور عظيم وانا يعني بحس ما بحسش بنفسي غير وانا وسطهم بصراحة بحس ان انا لأ الموضوع تحول من كنت العيب صغية للعيب كبير دلوقتي ليا ناس بتحبيني ليا ناس انا بلعب عشانهم ونفس بصيتهم يعني هو بشكرهم طبعا دعمهم لي و دايما بيكلموني وبشكرهم طبعا ناس ا мощ wp ايضا مصطلة كرة قدم ونشىو في انت عارفها ولا لا في السوق اللي هى بتبقى في الزاوية بتاعة الجول التشميسة اللي هي العيب بيرفعها من فوق العيب اللي قدامه وياخدها ويكمل كوبري لا دي سهلة دي اللي كوبري عادي بنينكا مش فاكر في ضربات الجزاء اللوب اللي بيتحطم في الحارس وبعد كده رابونة دي لا بصراحة مش عارفة بس اتوقع يعني اللي هي زي ال R2 مثلا او حاجة زي كده اول مرة منتخب مصر كوت القدم راح كاس عالم كانت سنة كامل بصراحة مش عارف عشان مش متابع كورة يعني بس ممكن اتوقع 1880 مثلا بعيد اوي من سجل اجوان منتخب مصر كرة القدم في كاس العالم 2022 يعني محمد صلاح و تريزي جاي مش عارف اي صح او الغلط بصراحة اشتركوا في القناة